نيكولا ستورجيون هي رئيسة وزراء سكوتلندا وزعيمة الحزب الوطني الاسكوتلندي في انتخابات الشهر الماضي في المملكة المتحدة أوصلت ستورجيون حزبها المؤيدة لاستقلال الانتصار ساحق في سكوتلندا السيدة رئيسة الوزراء شكرا توجدك معنا شكرا لك ديفيد كاميرون سبقك بزيارة خطيفة لأوروبا ما الذي جاء بك إلى بروكسل؟ ماذا تتأملين؟ ألقيت خطابا في مركز السياسة الأوروبية أشرت فيه إلى ما أعتبره إيجابيا ومهما في ممك المتحدة ومنها بقاء سكوتلندا في الاتحاد الأوروبي أريد الاستماع إلى أصوات خارج المملكة حول الاستفتاء البريطاني لأؤكد أن هناك من يرغب ببقاء المملكة المتحدة ضمن أوروبا ليس لأنها مثالية عرضت أيضا بعض الإصلاحات الهمة مصلحة سكوتلندا والمملكة المتحدة الثقافية والاجتماعية في البقاء في الاتحاد والدعوة إلى الإصلاحات من داخله أليست العلاقات الأوروبية اختصاص مجلس العموم؟ أمل أن يتغير هذا أردت لسكوتلندا التصويت على الاستقلال العام الماضي ولكننا لم نفعل ذلك ما أسعى إليه هو صوت أقوى في مجلس العموم والاتحاد الأوروبي أيضا وبالتالي مقترحات لتداول السلطة ستعرض قريبا على البرلمان وتخصص نطاق سيطرة الحكومة الأسكوتلندية ودورها في القرار الأوروبي وبالخصوص صياغة القرار البريطاني الذي سيؤثر بالقرار الأوروبي يجب أن يكون لنا دور أقوى بكثير في صياغة موقف المملكة المتحدة حول شؤون الاتحاد الأوروبي أعتقد أن وزيرا سكوتلنديا قادر على إدارة المجلس في دائرة مسؤوليتنا حيث لا يكون الوزير البريطاني قادرا على ذلك في صيد السمك على سبيل المثال نجلس ثامتين بينما يدير موظف مدني لاجتماع هذا خطأ عضو الاتحاد الأوروبي هو المملكة المتحدة لا سكوتلندا ليس الوضع الذي أريده ولكنه الوضع الذي أقبل به الهدف من تدول السلطة هو إعطاء سكوتلندا وبقية القوميات صوتا أقوى وتأثيرا أكبر أريد أن تأخذ سكوتلندا فرصتها على السوية البريطانية والأوروبية معا أود أن أقول أن من أتحدث إليهم في بريكسل يستمعون للصوت السكوتلندي ماذا يريد ديفيد كاميرون؟ إنه لا يقول ما يريد ولكنه ألقى عدة خطابات في السنوات الماضية هل بإمكان المهاجرين الأوروبيين المطالبين بميزات العمل إن يقاموا في المملكة المتحدة أقل من أربع سنوات؟ أعتقد أن هناك مشكلة وقد تحدثت اليوم عن كرفية تغيير القوانين والضوابط حول استحقاق الميزات من أجل الحد من الفساد ولكن أعتقد أنه إذا مضينا بعيدا فإننا نقوض حرية التنقل سيود أن ستعرضين هذا؟ أنا غير مقتنعة بذلك هناك قواعد مطبقة بخصوص الإقامة كاختبار حق الإقامة وفترات الاستحقاق نعم أعتقد أن هناك طرقا لتشديد هذه القواعد لمنع الفساد وأعتقد أنه سيكون هناك دعم كبير من بقية البلدان ولكن حرية التنقل مبدأ أساسي في الاتحاد الأوروبي الإسكتلنديون وغيرهم يستفلون منها في بقية الدول الأوروبية في الحياة والعمل إذا لا يجب الإشارة إلى اتحاد أقوى من أي وقت مضى؟ هذا تركيز على المصطلحات بدل التركيز على المضمون هذا ما يصعي له كاميرون؟ لست مضطرطة للاتفاق مع كاميرون على كل ما يريده أعتقد أنه يجب عليه إظهار سبب أهمية ذلك المملكة المتحدة خارج منطقة اليورو أؤيد أن نكون خارج اليورو ولن أؤيد سكتلندا مستقلة داخل اليورو لم نتخذ الطرق كلها نحو أوروبا الأقوى من أي وقت مضى والتي تصورها من كتب تلك المصطلحات في الماضي لذلك تحتاج إلى تغيير التفاق للتعبير عن عدم بديهيته أعتقد أن الخطر الذي يعرض كاميرون نفسه إليه هو طرح القضايا الكبرى التي قد لا يستطيع حلها هل دول خارج اليورو حق إبداء الرأي بخصوص دول اليورو؟ لا أعتقد أنها مسألة سهلة يجب أن يكون هناك سيطرة أكبر لدول اليورو على منطقة اليورو أعتقد أن هذا ما نستنتجه من وضع المملكة المتحدة وضع المملكة يوحي بأنها تريد أن تكسب كل شيء إنها لا تريد أن تكون في منطقة اليورو ولكنها تريد أن تستمر في التأثير على قراراتها تلك قرارات صعبة وينبغي على الدول أن تعيد تقييم مصالحها الوطنية في هذه النقاش إحدى المشكلات هي وضوح ديفيد كاميرون كما قلت ولكنه وضوح بالمعنى العريض هناك نقص في التعريف والتفاصيل في الوقت الحالي هل نقف حق امتياز الطفل للمهاجرين المقيمين خارج المملكة المتحدة؟ مرة أخرى هذه حالة قد يوجد فيها سوء استخدام مما يوجب علينا التغيير لإيقافه تلك هي المسائل التي تحتوي قضايا تستحق نقاش ولكن اختلاف الفلسفي عن موقف ديفيد كاميرون هو أنني أعتقد بضرورة الحل عبر الاتفاق والتعاون بدل أن نفعل كما تفعل حكومة المملكة المتحدة التي تهدد بالتعطيل والتصرف الصبياني إن لم تحصل على ما تريد كيف تشرح المبدال أغلبية المضاعفة؟ هذه بسيطة المملكة المتحدة ليست دولة متجانسة إنها دولة متعددة القوميات وخلال الحوار حول استقلال سكوتلندا قيل لنا إن كل قوميات المملكة المتحدة لها أصوات متساوية ومسموعة إن كان هذا صحيحا فإن من الخطأ أن تخرج سكوتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية من أوروبا حتى لو صوتنا للبقاء فإن سكان إنجلترا أكثر وتستطيع الفوز لذلك نطرح الأغلبية المضاعفة هل هذا ديمقراطي؟ دعني أكمل أولا الأغلبية المضاعفة شائعة في الأنظمة الفيدرالية وهذا يعني أن المملكة المتحدة ستتفق فقط إذا صوتت إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية وسكوتلندا هذا أكثر ديمقراطية من اتفاق خارج إرادة بلد بكامله ولكنه استفتعل للعضوية البريطانية لعضوية منفردة ولكن بريطانيا ليست دولة متجانسة كل من يجادل في خروج سكوتلندا أو ويلز أو إيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي ولو أرادت البقاء ومع كل ما يعني هذا من تبعات على العمل والتمويل والمجتمع هو شخص يناقش بشكل غير ديمقراطي كمثال من العام الماضي استقلال سكوتلندا يتوجب أن يعطيها عضوية الاتحاد الأوروبي هذا لم يحصل نحن مجبرون على الالتزام بوضع المملكة المتحدة إنها ليست دولة متجانسة إنها دولة متعددة القوميات عندما تكون في دولة متعددة القوميات تستمع لكل أصوات هذه القوميات فلابد أن تقبل ببعض التنازلات سيكون خروج سكوتلندا من الاتحاد الأوروبي رغم تصويتنا للبقاء غير ديمقراطي سيكون خروج سكوتلندا من الاتحاد الأوروبي سيكون خروج سكوتلندا من الاتحاد الأوروبي